اشتركوا في القناة وكانوا يتحدون الله عز وجل ويكفرون به فمن هؤلاء القوم ومن هو نبيهم فهذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله فتابعوا معنا هؤلاء القوم هم قبيلة عاد وهي واحدة من القبائل العربية التي سكنت اليمن في منطقة الأحقاف على وجه التحديد وكانوا يتكونون من ثلاث عشرة قرية وقد بغوا في الأرض وسعوا فيها فسادا وكان الأمر متوقفا على قوتهم الكبيرة التي كانوا يتمتعون بها ولم يكتفوا بالتفاخر بقوتهم وبطشهم بل عبد من دون الله عز وجل أصناما وكان من بينهم الصنم صمود حيث قد رفعوا من شأنه كثيرا فيما بينهم ولما وصلت حالهم إلى أعلاها أرسل الله عز وجل فيهم نبيا كريما هو سيدنا هود عليه الصلاة والسلام ليدعوهم بالهداية إلى طريق الله عز وجل وتوحيده وحده لا شريك له ولكن القوم قد قابلوا دعوة هود عليه السلام بالاستهزاء والسخرية والتكذيب حتى حل عليهم عذاب الله عز وجل ويعتبر قوم عاد هم القوم الذين أرسل الله عز وجل إليهم نبيه هود عليه السلام وينسبون إلى عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح عليه السلام وعاد هو أول من عبد الأصنام بعد دعوة نوح عليه السلام ولما كانوا على هذه الحال من عبادة الأصنام أرسل الله فيهم أخاهم هود عليه السلام يدعوهم ويحذرهم من فعلهم وكانوا يسكنون مدينة تسمى إرم قال الله عز وجل في سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد عندما كذب قوم عاد رسولهم هودا عليه الصلاة والسلام وسخروا منها ورفضوا الإذعان لدعوة الله تبارك وتعالى والخضو علىه كما أخبر سبحانه في القرآن الكريم وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد شاء الله عز وجل أن ينزل عليهم العذاب فكان عذابهم كما أخبر الله تعالى في القرآن بالريح التي أرسلها الله عز وجل عليهم حيث أمسك الله تبارك وتعالى المطر عنهم فترة من الزمن حتى أجدبت أرضهم وصاروا ينتظرون المطر ويترقبونه ثم ساق الله حينها إليهم سحابة أخذت تقترب منهم فلما رأوها ظنوا أن المطر قد أقبل وفريحوا واستبشروا بذلك حتى إنهم قالوا هذا عارض منطرنا إلا أن الله تعالى وضح أن تلك السحابة لم تكن مطرا كما ظنوا وإنما عذابا من عنده تبارك وتعالى وذلك في قول الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ونزلت بهم تلك الريح فعلا فسلطها الله عز وجل عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فلم تنقطع عنهم لحظة أبدا وكانت كلها ريحا عقيما ليس فيها شيء من الخير أو البركة فلم تلقح الشجر ولم تحمل أي مطر بل كانت شديدة البرودة وكان صوتها مفزعا مرعبا وقد وصفها الله تبارك وتعالى قائلا تدمر كل شيء بأمر ربها ووصفها أيضا بقوله تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم فكانت نتائج هذه الريح وذلك العذاب شديدة وخيمة على قوم عاد حيث أهلك الله عز وجل بها كل شيء وكانت تحمل الرجل منهم عاليا ثم تنكيسه على رأسه فينقطع عن جسده وتخرج أحشاؤه حتى أصبحوا كما وصفهم الله عز وجل في كتابه الكريم فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية وهكذا بادوا وقتلوا جميعا فلم يبقى منهم أحد وأصبحت مساكنهم خاوية لا يرى من أثرهم ولا أثرها غيرها قال تبارك وتعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ثم أتبعوا في الدنيا لعنة وفي الآخرة لعنة وكانوا عبرة لمن يعتبر بعدهم ويعتبر قوم عاد أول من أعاد عبادة الأوثان إلى الأرض بعدما طهرها الله تبارك وتعالى من المشركين بعد إهلاك قوم نوح عليه السلام فصاروا يرجعون إلى أصنامهم يتوسلون إليها ويطلبون رضاها ويقصدونها في حاجاتهم فبعث الله عز وجل إليهم نبيه هودا عليه السلام وقد اختاره أحسنهم أخلاقا وأوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا فدعاهم إلى الله وتوحيده سبحانه وترك ما أشركوا معه من أوثان وبين لهم ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سوء عملهم وعاقبته إن استمروا عليه لكنهم وكما عادت الأقوام قابلوا نبيهم عليه السلام بالتكذيب والافتراء فجادلهم نبيهم فأحسن الحديث معهم وذكرهم بالله وبأنهم قد أتوا بعد إهلاك قوم نوح بسبب تكذيبهم وكفرهم وخوفهم عليه السلام أن يكون مآلهم ما حصل مع من قبلهم قال الله تعالى على لسان هود عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون فكان من شدة كفر قومه أن سخروا منه وزعموا أن به سفاهة ومجونة قال الله تبارك وتعالى قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا خالصا ونهجا على نهج الأنبياء وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه ووفقنا لكل ما تحب وترضى وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ثبتنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى